شعر مصر شعر مصر الحد اللي بعديه برضو بيجي حد شهر الناسي فلما بيجي حاجة زي كده زي السنان الحد ده تلاتة عشر مصر الحد الرابع الحد الجاي مش بوكة اللي بعديه والأول شهر الناسي والخمسة أيام برضو بني ستتتكلم بيك نفس الموضوع لكن تتكلم بيه المختلفين ينجينا النهاردة ينجينا معلوم الورق سترنتاشر ينجينا نسكور الجاي لتعمال تأمان عشرين تقريبا نفس الكلام نفس المحداث سبزيح لكل مجدد قاعد مع تلميزه فيه يجيل يقول قاعد مع التلميزه فيه يجيل تتاني يقول قاعد مع مطرس وعقوبة روحنا ويجب ان هو عمل هذا الموضوع مرتين الموضوع باختصار الكريسة وضع هذا المنجيل عشان تقول ان الآخر السنة الطيب هي بتمال يتحطاننا من الحياة الاباتية وتحطاننا من طولها سبزيح لكل مجدد لما تكلم بيهذا الموضوع يتكلم بموضوعين موضوع من هاي الايام المبيئة تاني وموضوع اللي هو بتاع حراب الهيكل ولا يحصل المسيحين بعد حراب الهيكل ولا يحصل اليهود في المنطقة اتكلم ايضا ما بين الموضوعين دولا ان الناس هتفق فيه اوجاع في العالم فيه زلازم فيه اوجاة لكن ده مبتلئ الاوجاع ايضا اتكلم فازاي الناس ما يتموش لما يتقدموا الولاد ما يتموهم بما يقول كل الايام كل الاحداث دي حصلت حصلت من بعد حتى النهار اللي هو يبدأ حصل لكن ما ننكرش ان ربنا انت علامات معينة المجيئة تانية بقى او شغلة بقالها الايام دي كله يكون هل المجيئة تانية يقرب اقول ما حدش يقدر يقول امتى بالضبط المجيئة تانية ولا المسيح هيجي امتى حتى ابنة انسان ودي كانت واضحة اول ربنا حتى اللي انسان مش معنى كده ابنة انسان ياسوع مسيح من ربش لكن قبل تقول ان ياسوع مسيح بنا سود حتى ياسوع مسيح بنا سود لا يعني السود طبعا مسيح لو كل ماك بلهود ونسود مع بعض طبعا يعني يعني شي سود طبعا ربنا ادد العلمات ازا كانت في كليساتنا بتاتمش بالعلمات ربنا ادد العلمات علشان نبقى في بالنا موضوع المجيئ تاني من المسيح قريب. تملك كليسة بفكرها في الصلوات حتى في الكتاب المحدث تملك واخد اية في سفر يقول امين تعالى ايو المسيح تعالى يعني احنا مستنيين بفرغ الصب ليه? ليه حاجزين المسيح يجري اننا جازين. احنا متطمنين بتطمنين على الابدية. طبعا ده بالنسبة مين? ده بالنسبة للشخص اللي بتطمن على الابدية. يبا ازا الكلام تقوله كليسة وضعها في نهاية السنة الكلام تقوله بالمسيح لو كل ما بتقاله. علشان يا ما اللي تفكرنا بالنهاية الايام. بالعمق. تفكرنا بالتوب. طبعا في ناس توجد ابونا بس برضو العلامات كده بتقول فيه بعض اللوقات بدل تقوله فعلا نحس كده نهاية الايام الرابعة. اقولك ممكن. فيش ما ينفر جدا. واحد برضو يرجع يقول يا ابونا لأ بس برضو فيه مجاعات ما دي كان المجاعات دي من البدري. والمستلازل من الزمان. اقولك لكن شوف برضو يابدو كده يابدو ده يعني مش فكر مش فكر الكنيسة لكن ده فكر شخصي. في نفس الوقت كيزا محبش تتحصل ازيل المواضيع اللي حينيه. ربنا قال الايام دي محدش يا ربنا. لكن واضح ربنا اتمنى على المطلوب عشان نستعلم المجيء التاني فعلا بدأ. يعني مسلا بصنا مسلا يقولك ان هتكون في مملكة على المملكة وتكون زلازل في اماجد. وتكون مجاعات وهذا مطلق الى اوقياه. طب ليه فعل ما بين اليومين دولم والقبل كده لا القبل كده كان منشوف مسلا زلازل كل فترات متبعة. لاي حروب كل فترات متبعة. لاي امراض كل فترات متبعة. لكن بالله ان الايام دي طبعا مش الايام دي الايام دي يعني بمسلا بشينا بزيار باني خمسين سنة نبص ان الحاجات دي بقت كتيرة جدا. يعني ورا بعض ورا بعض يعني ما تخصحاش ننام ونسأل في زلازل وكل مكان بقى في زلازل وكل مكان بقى فيه اوبئة وكل مكان ما بنسمع حروب لكن مش معنى كده انها مكرة او ما نعرارش ممكن يكون مكرة لكن في النهاية انا عايز لكم يعني 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 ما ايه المسيح التعمل ان هو اربع لكن ايه ده محدش يجريه قبل كده حتى فيه لوعاز فيه ناس يقول لها بتاع الفين مش عارفه الفين وش عارفه خمسة مش عارفه خمسة خمسة كل الكلام ده ده كلام شو عارفه اه ما فينا ايه سؤال محدش يعمل بس لكن يعني ايه ايه في الموضوع ده المهار دي ايه ايه انت 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 عاد مرتين برضو بسبب ايه? الكليسة مش بتعيد الكلام لاهمية الموضوع ايه والاخر السابق كليسة عدد قريبت البولوس هيتكلموا كده في حاجتين من المين اول رقم واحد بديتمش من توقف يتم من فكرة بحاجة واحدة بس او يتم من نهاردة بحاجة واحدة بس رقم اتنين قصد رقم اتنين قصد عشان كده انا عايزة النهاردة اكلمكم المرة جاي بقى الاسبول الجاي طبعا حمشين قليل بس فريسة المرة جاي ببطل رقم اتنين قريبت البريات هتاكتكلم على ايه? العلمات بقى اول حال اول عالمات. هتكلم على العلمات بس ان شاء الله الهيجي بكرة بنت المرة هتكلم في موضوع العلمات ده سريعا والمرة اللي بعدها هتكلمون في موضوعه ليه انا عايز انا اتكلم في موضوعين رحيين بسرع اول حاجة الهات تهتموا فيما يقبلون ازا كان المسيح الى كل المجد وصل تلميذ والرسل كلهم ما تهتمون ما تكرونه. والتلميذ والرسل كانوا الناس على اديو مدة. لا في فلسفة ولا في علم. لكن في حاجة اقوى من كده. ايه اللي اقوى من كده? الروح الكرسي. المسيح الوجود. هنوصل لاقي كل شوية ده وصلت نكون كانوا اخويا ايه ده اميش هدام. يعني منذ العائل القليل. ومنذ لحد الان هنوصل ناقي كل شوية ده ام اخويا ايه ده موصل لكم ليه? لان اولا هم هم على حق. فاني بيبقى على حق ما بيخافش. يعني ابدأ انا خاف. ده بقى مش على حق. اوقع على حق بس ما فيهاش قوة ربنا. لكن انا بيقول لاتنين انا على حق. وفيه قوة ربنا. ابص ليه نفسي ايه قوة. سكني العالم. لما دي يتكلم واحد ديه على حق يبقى قوة. لانه على حق. طب ده هو كمان ما فوش قوة ربنا. طب انا بقى كمان لما ربنا يجبني القوة. حتى لو انا ضعيف. فانا بقى ايه? انا بقى انا ايه? بقى قوة. لربنا العائل. لابص ان ايه مازا واحد زي بولس الرسول. وده في منطهر قوة. طب فين بولس وفين فليكس بكله كبروة. بطرس الرسول في السجن. انا تعجيبت الاية دي او. بطرس الرسول في السجن. كان لبقى لك بطرس الرسول ده الكمين. في امكر الصليل. امكر قدام مين? جارية. يعني جارية دي ولا تساوي حاجة خالص خالص يعني. ومع ذلك في السجن لما ده اكل في اعمال الرسول. يقول لك ان كل من يصلوا من اجله. يقول لك الملاجي علشان ايه? بيخرجوا. بلا بطرس كان ايه? كان ناج. يقول لك ان هو ايه? ناجز. يعني ايه ناجز. يعني واحد يقول له اسحى ما بيصحاش. النور ده كل ما بيصحاش. فين هو فين هو مسحي. طب بطرس كانتين يوم. هيستوشي. ومع ذلك كان ناجز. نوم عامل جدا. بطير من ديره الراحة دي. الراحة دي. واخدها من اجل ايه? سباته في المسيح. سباته. جبت السبات ده من ايه? لا تهتمه بما تقوله. انا مش خايف. خايف من ايه? ايه اللي هيحصل? مش حاجة هتحصل. كل القوة دي جابوها من ايه? لا تخافوا بما تقوله. تخافش. تخافش من حاجة. انت فيك المسيح ما تخافش من حاجة. لحد يومنا هذا والذين يستشهدوا من يجورهم يستشهدوا ما بيخافوش. ما بيضعموش. ليه? اولا انهم اخويا بشاهدته لنا الحق. رقم اننا المسيح ادام خوة. رقم تلاتة انهم مستعدين للموت. في المسيح. ودي لقلت في مينا? مستعدين للموت. دعني ايه مستعدين للموت? ما الموت داي جاي. هتعزب اكتر شاهد تعزب ايه? شهور بس خلصة. وفي ناس اهو موت. استشهاد. لكن شارف مين? استشهادت المسيح. فعشان كده خايف من ايه? كل الشهور اللي هتقلوا قصصهم بقلنا فيش فوق. مريجيركس. مريمينة. حتى الاطفال الصغيرين. ستي ستي شاهد ابانهم. عايد صغير. اخترته صغير. مارد اتنشر سنة ده. من احتفل كترته يعني. وانس. شاهد صغير. ولا دي الام دولاجة. بترسلوا كلهم عالي عالي حجرات. بعد ما نروح برقصه واسنح بمتقى دي. يسمع قصص شعر رأسه طوح. من قصة اللي بتسمحها. ما كده فيه قصص. يعني انت تحكي لك وتسمحها واحد من قطرتهم. لما القوة دي له ام بيه. المسيح. لفيه بلد من البلاد. لكان فيه واحدة مرشدة. يعني مرشدة. الاسكوف راح لهم بتاع لقصر الامب امونيوس. فراح للناس وعارف انه كان فيه استشهاد. شوفوا بقى التصفى والاباء اللي كانة مش يبعدوا ولادهم وشعبهم الاستشاد هما يغربوا له. ده هو يبديهم. عشان كده المسيحية السمارة في مصر. المسيحية السمارة في البلاد. اللي فيها الاباء كانوا هما لهم زي الاستشهاد. يعني ما ناقل استشهاد نسيتنا. او الكلاس السمارة متعبتش مضعفتش. او المسيحية ما مخلصتش منها. هي. لاني كانوا الاباء هما اللي في السفوكو الاولى. الاب امونيوس راح للبلد دي. القرية دي قال لهم اللي اتعالوا لصفر. لاني هيجوا وراها. واقفوا واحدة على باب القرية. فسيدي ويقف لما جم الناس عشان يتطلوا فلهم فين المسيحين في البلاد. قال لكم هده هكو المسيحين سيف. هما بسكرنا هما ايه? تباحوا. هجبتش تباحوا. هبيروا عشان تروح يستشهدوا. عشان تخلي الناس يستشهد. وبعدين هما راجعين اتوقع المجرد المسيحية. فراحوا يقضوا واصلوا. شوف القوم. القوة دي جابتها من ايه? الاستعداد للاستشهاد. الاستعداد المسيحة. المساعد المسيح ما بيحدش. المساعد المسيحة. هو عايش في حياة تقوبة. عايش في حياة تمني ايه? عايش استعداد. علشان كده ده المجيد تاني. الفكرة فيه اللي ستنا بتشرحه. مش علشان المجيد تاني العلامات. لأ. لاني المجيد هو احباره عن ايه ايه اولا? انفصال الروح والانجازات في اللحظة. اي واحد ينتقل من هزا العالم هو موت بالنسبة لأول ما تقرب لاش موت نيحة. طب الموت ده هو ايه? او نيحة او انفصال ايه? هو البعد عام العالم. ورجوع الى ايه? الى المكان القصلي. فبالنسبة لنا هو اللحظة دي هي ايه? هو ايه? هو ايه? هو هو الاستعداد للموت. فالاستعداد للموت ان الانسان تمنيه المستعيد من اللحظة. عشان كده الناس اللي تمنيه تمسل لأيه هم مستعدين للموت. نا ما بيخافوش منه. الخوف? الخوف هنا مش خوف. بطريقة زيادة الخوف. طبع عادي طبيعي. يعني الواحد لما يبقى في حتة ريح وما يحرفاش. يبقى الان. يبقى لك فبولة. لكن اللحظة من الموت. خوف خوف اضطراب فزيع. انا مش بنام علشان او حد مسلا يعني من قريب مسلا انتقل فبقى خايف من الموت. لأ. لأ هنا خوف من الموت بانت الانسان. في حاجة جمالية لازم روحية لازم حاجة تكون ده. لأ حبيب تعالي كده. اقعد معنا وانتقل فيها ايه بواقصة. لازم نسمع و لازم نتكلم نسمع. بواقصة واحد ده اللي اهتمه بما تقولون. رقم اتنين. الانسان اللي مع ربنا ده عنده صبر. والانسان اللي ما بيخافشه من بكرة عنده صبر. علشان كده برضو قال ايه? من يصبر للمتقى فهذا ايه? الصبر ده بيجينا من اين? يعني ده واحد ايه ده مالي مضطرب في العالم. ايه اللي حاجة تحصله في ايه ده يتطرب. اي شغل ما يتشغلوش يتطرب. اي حاجة ايه حد يتكلمه يتطرب. طيب انت بتتطرب ده من ايه حاجة. يعني ما عندكش برضو سيكة في ربنا. اللي عنده الصبر وعنده سيكة في ربنا لا يهتم بما يقول. وايضا عنده صبر. الصبر ده اختبار. يعني ايه اختبار? يعني مين قوة في ايمانه من بعيده? او لو مفيش 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 اختبارات طب ما اخرص? يعني ايه? هتبقى ايه الفكرة يعني? لو انا عارفين ايه اللي هيجينا? ببقى ايه الفكرة? يعني انساء القوم عربنا ببان انت بباني في الاختبار. في اختبار مرض في اختبار وجع في اختبار اه انتقال حد من اصحابنا او قرائبنا. في اختبار دعب في العالم. في اختبار اختبار في اختبارات. لو مفيش الاختبارات دي. طب انا هعرف منين? ازا كنت انا بحب ربنا فعلا. هيجبان منين يعني? ده بالعكس. ده اقدر اقول كمان. ان الانسان اللي ما كوش اختبارات بحياة موجود بحياة بعيدة واحدة بربنا. يعني وده مش ايه? يعني مسلا يجي الواحد مسلا يقول لك ايه? ليه لما بعدنا ستحانات وانزاكرة. ايه ربي من ربنا? ولينا احنا تزيطينا بعيدا عن ربنا. لان الوحدي خال. فالخب يقول لك احنا ربنا. طب ايه? طب الانيونة ربنا برضو. في فكرة بالاختبارات ده. الاختبار ده في الفكرة. يبقى ايزا هنا لما نتقل في الاختبار? يبقى دي علامة من علامات ايه? حبنا. علامة من علامات الاسلام. في الاسلام في الاسلام كمان ايضا. انسان هيقبس اكليز. هينتصر. هينتصر على ايه? اولا هنتصر على الشطان. لان الشطان يتعب جدا من اللي عنده صبر في المسيح. يعني ايه? يعني انا بخت. وعن صاعد وعرف وعرف ان انا عاحب وعرف ان هانيه. وعارب اخدي تانيه. لأ انا عارف انا عارف انقف ربنا. مش بكوت يا رب. انا عارف ان انا ضعيفها. اشان كنا عمال اختي. انا ضعيف. لكن انا مش ممكن ابدا هيكي ليجي بعض. مش ممكن ابدا هزهر. انا واصف ربنا واصف الاسلام. ده اللي عنده ايه? ده اللي يا فتح حبيبا واحدة. انت ما زئتش. هي ما زئتش. ربنا من دينا الصبب. من دينا ايه من دينا انتصار يا شخص. الانتصار في في مشاكلنا ده الانتصار. وقوة وقرارة. شوفوا يا اخوات الانسان الروحي. والانسان الصبور في حياة الروحية هو ايضا انسان صبور في حياة العالم. هو عده وسيكون عن بعض. يعني واحد خلق ضيق شوية. بيجي يقول لك يا ابونا. انا انسان الروحي بس انا كده ما استحملش الروحي. تنروح الروحي. تنروح الروحي. لأ. برو حياة جديد دان في. بالتان في حياتك العامل. بالتان في اصدقاء. بالتان في خدمتك في كميسة. بالتخدمتك مع الكان. كان ايه ابنة يبانو صوت. انت مع الشعب. يستنى ويتحمل ويدرب مرة ومر دينا. لأ ادعب كده ما تخدموا لي ايه? انا عمال حيك هناك ما فيحش. خلاص. لأ ما فيش حاجة اسمه خلاصة. واحد ابن عندنا شق شوية خلاصة. نتكلم معه مرة جدا على مرة. انا بأتي مسلا. ومرة تالتة نتكلم معه بالراحة. ومرة رابعة ندينه مسئولية. ومرة خمسة ما نزهاش. بدول ده ما نفعش والله مع نشهد. ودربه تاني. وماذا? حاول معا. بطريقة مختلفة. ربنا بيعني معنا كده. لكن الفكرة بين احنا نصبر. نصبر انتظار انتظار. ايه انتظار? انا بانتظر مراحل. بشوف ربنا بشوف مراحل ربنا. ربنا اديه رحيلة. واللي كمان يدعب اديه التدريب ده. يعني واحد مسلا ما بتحملش غيره. واحد مسلا ما بشوف شجر نفسه. هقول لك دي لابونة ما زيق تقول ايه? هقول لك طب يا حبيبي ربنا ما زيقش بالتدريب. كمان اللي اول بتحس بالتحساس ده خد التدريب ده. تفتكر انت زالت الضعيفة وربنا الكبير والقاعد بيستني على الفيور خمسة وعشرة وعشرين وخمسين سنة واعد بيستني. طب يا رب ليه? انت يا رب ما زيقش مني. رب لاب مين هزيق مني? انا بقرب وبحاول بقرب. طب اذا كان ربنا اللي خلقت وانت ما بزيقش مني. طب انت ايه بس خلي بالك بي حاجة موينة تمنى تمنى تصدر على غيرك لكن في حاجات لازم تكون فيها اكشة. الناس ايه? اولادها برضو. لك ده لك انا صابق. بل من صابر لك انت بتعلمه. لكن في واحد يقول لك لا انا هسيبه. لأ ما اسيبه. كان واحد غلط. واحد يقول لابونها تمام. سميحني اللي ولا فحب. موضوع التسامن ده موضوع حكاين. غير موضوع انت غريفة انا بعلمك. زي ايه ابنك? لما ابنك يشرب ست مسلا بعد الشرط. ايه شاب سجاي? دي انا هسيبه. مش هكلمه. هصبر عليك زور علي ايه? خد معاما. ما السجاي يريد لك حاجة كايزة. بيقول لك ابو انت مش مسامحك ليه? انا مسامحك بس لازم ايه? تبطل دي. لان تبطل المشكلة دي. ليه تبطل شكلة دي? انك انت مسؤول عنك. فخلي بتحاول التعلم. لكن ام ده تستسلم? لما يواحد يعمل هو انا تسير. احملو ايه? اعملو ايه? انا مش صدق. عشان بس الناس ايه? ايه? طبامونا بيتكلمهم. طبامونا بيحاول. ما تصدر عليك? اه اصدر عليك. اصدر عليك. انا اعمل ايه? انا رأيناك مرة وماردين وما سهاكش منك. ولما ازلك اه اه. لكن اعلمك ونحاول معك ونحضر 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 ونحضر. بيجي شامسك ونحضر ونحضر. ياحي مش عبسح تفعال. لا تعالوا ونعلمك مرة بالهالذات ومرة بالطريقة معنا المعلم ومعنا مش عالت من حاضر ومن وحضر ونحضر. شو من حاضر? ما بات مش حاجة اسمه انا زهي. بيجي واحد بلاد نديد. بلك يقول انا نده زهان. يا ابن انت لسه شبت حاجة. انت لسه ملا بش. صحيح تتكلم تتكون شو من هنا. انا صاحبنا دي. يا ابن انا مال بلد شوه. انا زيت. انا زيت ايه? انا لسه ازبو يا. ازبو. ازبو. ما انت فاكرة بس اول ما دي لبلد. البلد دي يعني بتتوزع فلوس. لا. انت قالي بلد. كرشة غريبة. لغة غريبة. سيستم غريب في الحسابات. في الطريقة. في كل حاجة. انت عايزة ايه? عايزة سنينة. عايزة ازبو شوال يا حبيل ازبو. انت بس حكيني ازبو. 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 ده كله بسبب ايه? في الصرف. لازيت حاجة بسرعة. طمع. حاجة ما تجيش كده ابدا. تيجي بالراحة. تيجي بالراحة. هلازي ازبو. خد هزب موضوع الروحيان. خذ هزب هزب موضوع لايه? شحياتك لعمليك. بس ازبو. بس ازبو ايه? وانت بتعمل كل امكانيات اللي تضعو تأميس. يعني ازبو ايه? ازبو. اتاكل عمل اليوم للغتلة. ازبو. واجل الصلاة البكرة? لا. ازبو. واجل الاحراف بكرة? لا. اللي تقدر تعمله دلوقت يا عمي. تقدر تصلي دلوقت? تصلي. تقدر تحفظ مصنوع دلوقت? احفظ. الشباب السبيل ده. هيكبر. واحد يحاول يحفظ جملة. جملة. مش حاجة. احفظ. اللغة. انت جاي سبيل. تعلم. انت جاي سبيل. اشتغل. دي بقس انت بتعمل انت عليك. لكن تزبو ايه ده? في الفروت اللي جاي. في الصمار اللي. الصمار اللي جاي لك انت عتمين? امت يا ربنا هيسمح? لكن انا بعمل ايه? بعمل ايه بعمل علي? انا بكافح. بكافح الصلاة. بكافح ان انا بقتلس ربنا. بكافح ان انا اسابتك. بكافح ان انا احفظ. كل ديلة حجارة لان انا ايه? اخدها. طب امت يا رب هتجيب لي بقى الفروت بقى انت هتجيب لي السمار بتاعتك انت. انا جيت البلدي بقى انت اشتغل وقت انت هتجيب لي السمار خاطك انت. اتحمل. بعدش انا نهار دي احفظة وصالة ومالو. بركة بيها. بكرة هيبقى احسن. بكرة هيبقى احسن. شوفوا الاخوتي. اخر حاجة. ليه زمان كان فيه بركات? كمان? كل اللي. كل اللي هو كده. قال بكرة دي مش بيجا واحد يقول لك ده موضوع جيدا. كل اللي جيل يقول لجيل الاب دي كان فيه بركة لحقا. هو كمان من خمسين ستين سنة وقدرنا وابانا كان فيه بركة فعلا فيه. ايه? هو بس بسبب قسيطي. كان فيه صبر وشكر. صبر. بص الاب من ده في الشاشوان خيار. عمران ما شوف من ابهاتنا اشتروا. لكن احنا كثيرين الشكوى. ايه? اصولي حاجة اصبر مع الحاجة. اصبر. والجليسة دي اه? احنا عشر حاجاتي. ويقول انا بنا اتعود. ما يبقش. اصبر. اصبر. شوف مكرة ما فيه ايه? طب لحد امتى? احمل من العليل. اقول ازالتها. افني يجي. لانك كيسة افضل. بنشوف كيسة داني. على مهلات. اخد وقت تادي. بس اعمل اللي عليه. اه فيه حيطة نروحها احسن. ايه اللي وتشوفها? طب روحنا وجدينها وشوفناها. ولمانها شويسة. يوو. زي هنا. زي هنا يا حبيب. مش فيه مكان بالصدر فيه? اشكر ربنا. اشكر ربنا. اللي عايش 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 الشكر. عايش عايش الصدر. اشكر ربنا اطولنا. اتمنى ربنا في نطورة العمر. لكن انا ما نكون مؤسسين صحي. عشان ربنا جايزين ومساعدين. لاي وقت ييجي الساعة. خلانا قيلوا هكذا.